اشتركوا في القناة حقيقي للمكونات السياسية اليمنية من اجل التقاط اللحظة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة واشار الى ان ذلك يعكس وحدة الموقف العربي والدولي لمواجهة التحديات الامنية المشتركة لبلادنا ودول المنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية الى ذلك قالت الحكومة ان اصرار ميليشي الحوثي على رفضها رفع الحصار عن مدينة تعز يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام واشدد وزير الخارجية احمد بن مبارك خلال لقائه المبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندر كينغ ان قضية تعز وسمرار حصار الحوثين للمدينة من كبرى القضايا الانسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال الى اي ملفات اخرى واشر الى اهمية وقف عبث الميليشيا واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة والزامها بتوجيه تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها عسكريا اعلن الجيش مقتل جندي واصابة ثمانية اخرين في هجمات متفرقة شنتها مليشيا الحوثي على مواقع قواته في جبهات عدة رغم التزامه بالهدنة الاممية وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة انه رصد ارتكاب الميليشيا مئة وثمانية عشر خرقا للهدنة خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية في جبهات القتال بمحافظات حج الحديد الضالع وصعد والجوف ومالب واشار الى ان الخروقات شملت قصف مواقع الجيش باسلحة مدفعية وعيارات مختلفة وبالقناصة والطائرات المسيرة المفخخة اضافة الى محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع مهمة غرب مارد توفي سبعة اشخاص من عائلة واحدة معظمهم اطفال اثر حادث سير مروع في محافظة شبوة وافاد مراسل بلقيس ان حادثا مروريا وقع قرب مفرق الصعيد جنوب مدينة عتق عاصمة شبوة اثر تصادم سيارتين ما اسفر عن وفاة عائلة كاملة مكونة من سبعة افراد بينهم خمسة اطفال وبحسب شهود عيان فان الضحايا من ابناء مدرية مرخب محافظة شبوة تظاهر المئات من ابناء مدرية حبيش بمحافظة ابن طالبين برحيل قيادي حوثي عينته الميليشيا مديرا لامن المدرية على خلفية ارتكابه انتهاكات بحق المواطنين وردد المحتجون الذين جابوا مركز مدرية حبيش وصولا الى امام ادارة امن المدرية هتفى تطالب برحيل القيادي الحوثي قاف الهتار من منصبه وافق مصادر محلية حاصر المشاركون في التباهرة مبنى ادارة الامن الامر الذي دفع مسلحي الميليشيا لاطلاق النار على المحتجين ومحاولة تفريقهم دون جدوى اشتركوا في القناة